بأسئلة لا مركزية وبمشاركة أكثر من 48 ألف طالب موزعين بين المدارس الحكومية والأهلية في كافة المحافظات العراقية انطلقت الامتحانات النهائية الحضورية لطلابة السادس الابتدائي وسط إجراءات احترازية في المراكز الامتحانية ضد جائحة كورونا تضمنت تعفير المراكز قبل وبعد الامتحانات واستخدام مواد التعقيم وارتداء الكمامات وإنشاء غرف طبية بالتنصيق بين وزارتي التربية والصحة لفحص الطلب قبل الدخول للامتحانات التربية وحسب تصريحات القائمين على الوزارة جهزت جميع المراكز الامتحانية بالمولدات والمبردات وباقي المستلزمات الأخرى من أجل توفير مناخات ملائمة للتلاميذ أثناء أداء امتحاناتهم وسط إجراءات متكاملة لإنجاحها امتحانات ينتظر أن يكتب لها النجاح بالتنصيق بين وزارة التربية والوزارات الأخرى تمهيدا لإجراء امتحانات الثالث المتوسط المقرر إجراؤها في الرابع من تموز القادم تليها امتحانات السادس العدادي التي ستنطلق في السابع والعشرين من تموز القادم سيما في ظل الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد واستمرار مخاوف الأطفال وذويهم من تفشي الجائحة بين الطلبة